اشتركوا في القناة هذا المشروع صار أربع سنوات ما كامل وهس خربوا الشارع علينا صار أربع تشر وإحنا مضررين يعني لن نقدر نطلع سيارة لن نقدر نشتغل لاحد يجينا على المعارض إحنا جدا مضررين أدد العمال كلش قليل إحنا هذا إن شاء الله كلش بطيء يعني صار لتقريباً خمس سنوات يشتغلون بها أربع عمال وخمس عمال على هذا المشروع الشبير يعني معقول يشتغل بها أربع عمال وخمس عمال وإحنا مطالب من محافظة الكاركول يدعمنا على هذا المشروع تخطيط وتنفيذ سيئاً لمشروع مجسر الشهداء يقول سكان منطقة حي الخضراء معبرين عن استياءهم من إهمال المشروع الذي يربط نحو أربعة طرق رئيسة في كاركوك الأموال لا تكفي لإنجاز مجسر الشهداء بوقته المحدد هو السبب وراء تلكء هذا المشروع وغيره من المشاريع وفقاً للمسؤولين الحكومين المحافظة لم تستطع أن يتضمن المشروع كقطعة واحدة لذلك تم تقسيم المشروع إلى أكثر من مرحلة في 2019 تم تنفيذ المرحلة الأولى لكن بسبب أزمة الاقتصادية وأزمة كورونا هناك جرى تأخير أو تلكء في العمل خمسة أشهر متبقية أمام إنجاز المشروع بالكامل هكذا يقول مسؤول المحافظة لكن الواقع يقول إن التبريرات والوعود أسهل من الإنجاز على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر